أطلق العاهل والسعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود والرئيس التونسي البهجي قيد سبسي ثلاثة مشاريع في الجمهورية التونسية وقد أزحى ستار عن لوحة مشروع الملك سلمان لترميم جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة بالقيروان ولترميم جامع الزيتون المعمور ووضعها حجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز الجامعي بالقيروان